السلام عليكم. مرحبا بكم معي في درس جديد. هذا الدرس ما نتعلم فيه الفويل كومبوزي يعني الفويل اللي كتكونه من جوج الأحروف و ثلاثة الأحروف. هم حركات مركبة بالمعنى للغة العربية. هنا لدينا قوئي هي و كتنباق. و انت ما كنتشي كتعرفو الفويل. هذا يعني اللي كتكونه من جوج دي الأحروف أو ثلاثة الأحروف. هترجعوا للدرس اللي عندي في القناة تعلم اللغة الفرنسية ليفويل كومبوزي. انا عخلي الرابط ديره في صندوق الوصف. باش تتعلموا ليفويل جيدا. اذا حفظت لديك ليفويل. هتمكنهم القراءة النص اللغة الفرنسية جيدا. نبدأوا عنا او اي. وا. عنا ثلاثة الكتابة المختلفة. جولي للسيلاب يعني اقرأ مقابع. scorp-amyon this is like an-A. And we'll now We'll now��� it with our. جتبج. مقابع المشارنه. جتبج. 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 جاتب節. جمع المشارنه. نوع نوع مو جو بو بو نوع 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 رو 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 سي مع أشك تقرأ الأساس ش مع و شو إف مع و فو دي مع و دو إس مع و سو نجو سو شو فو دو سو أما بالنسبة للفويل أم أم و عنده كتابة مختلفة هنا أين أين و أين أين حتى هي كنقروها أم و أين أم حتى هي كنقروها أم يعني إلا رجعت للفويل الترس اللي عندي للفويل عادت تعرفه اليوم كاملي لفويل كومبوزي نحن بي مع أف با بي مع أم بو بي مع أم با بي مع أم با أر مع أم رو أغ مع أم رو بي مع أم با بي مع أم با يعني كنلاحظوا اللي فويل كيتحكموا في الحروف الساكنة يعني كبما كيتسنطق اللي فويل كنطقو الحرف إذا كان نحن بي مع أم با من با من با باupunزا با م山 با من cu دي ما او دو ام ما او مو ام ما او مو اين ما او نو اين ما او نو دي ما او دو دي ما او دو نيان اروتو البل بالنسبل كبك النطق او كبك النطق او حتى بالنسبة الحروف نفس الشي ما كيكونوا معاو يعني النطق ما كيكونش بحال بحال يعني كان ميز بين او يعني هادية او طا اما تيمها او طا حالي كان شدو على الحرف عادك النطقه طا هنا هي طا مو مان نو نو دو دون هنا اين مع اي ني اين مع او نو هنا سي مع اش كنقروا لا اساس ش هنا سي مع اش ش ما او شو ما او شو ما او شن اس ما او سو اس ما او صن اف ما او فو اف ما او فو ني نو 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 ش شن ش شن ش شن ف فن او عنا او 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 الش والج بالنسبة للتي مع او ومع اي كتختلف ما كتبقى شي على النطقة تي كترجع على النطقة تي يعني ما كتكون مع او و اي كترجع تروري تعقلو على هاد الحرف اللي كتبدلو انا عطيتهم في دروس اللي عندي من قبل اه بالنسبة لبزرط الحرف كتبدلو مع اللي بويل مكبقوش على النطق ديالهم بحال د بحال ج بحال س اه اذا رجعتوا للدروس يعني سرقا اكيد راهات الموض. تي قلنا هنا يفرقا. تي تو تن 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 ألحظم يمكن أن تن 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 هنا أنا V أفك U V إي V مع أ 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 V يعني بهذا النطق هذا ضرور تركوزه في النطق لأنه ميكات قرن نص بالنطق صحيح أكيد أستاذك يرد لنطق ديالك لك عندك صحيح كيكون تقرأة عندها النقطة ديالك تكون حسن من أي هنا هيك تقرأ وصافي ضروري ما تركز في النطق بشكل كيكون عندك قرأة جيدة S مع أ U C C مع أ S ما يسساو ما أ سو ما يسساو ما يسساو شو 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 و لكن هنا قروها شو شو تبدل لا تنطق حرف ج إلا لقد تنطق حرف ج لقد تنطق حرف ج شو قدامها ج لكن في ذلك ساعدوا لكم هدا الحورك اللي كتبضلوا هتلقاهم عندي مع الدرس اللي فويين رجعوا للدرس اللي عندي السابقة و هتعلموا الحروف كاملين وحتى النطق والنطق اللي كتبضل مع اللي فويين يعني مش اللي فويين كامل كتبضلوا معهم بالنفس النطق قو 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 سبعنا هنا بغيت نعطلكم هات الحوروخ اللي كي جيو يعني حرب معا حرف يمكنش اللي فويين كتبت قرأ لأساس سكون بغ كغ دغ طغ يعني الحرب إذا ما كانش معا اللي فويين كنقروه سكون أولا قو يعني عنا انها بغا لأن ب معا أغ بغ معا أ بغ كغي لئنا هذا اي أكسو قرأة اي وعنا كغ افك اي كري درو لانا هنا او جاء قدام ايغ رو امد مع ايغ انقلاوا در درو طري انا اي طري كري بران لانا هنا بوايين او بر مع او بران درو در مع هوا درو كرا لانا كر كرا افك ا ا ا ا ا تتحكم في ار كرا بري بر مع اي بري كري لانا كر مع ار كري افك اي غي كري بغي بغ افك اي بغي بغ لانا ا مع غ غ اما بي مع ار بغ سكون ب انقروها سكون بغ لانا الحرف لاجا قدامو حرف كتقرى السكون اللي لانا كان بوايين بيناتهم هال البوايين كتحكم فيه اما انما كانش يقدامو لبوايين كتقرى على اساس سكون نعودو بغ كري درو دري كري بغ درو 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 كنت منا تستفدو من هاد مجموعة ديال الحرف شخص مقرر مقرر انعانو تتore風 تتعلمو للمقرر حرف الح detective Wir th الحروف ديال طريقات الكتابة ديال المقرر باش تعرف وتقرؤوا في المقرر نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع وإلى درس القادم ان شاء الله